السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة شافسو هايلون اليوم سوف نقدم لكم ميني كاك لمعمره بوحد الحشواء اللي رائعة جدا خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخير باش نفعل المكونات و طريقة تحضيرها يجد بسيطة جدا و اهم حاجة انها يجينا لديه جدا ممكن نضيفه في مول العجيب الكبير ولا الصغير ولا اي مول كتفضله صراحة يجي اكتر من رائع ماذا قد تزوين بزيف ما تنسوش تخليوا لي اللايك و ولا اعجبكم الفيديو ما تخليوا لي كومنتار هكا كزي كزي دي حفزني باش نعطيكم الاكسر والاكسر ولا حضرتو هاد لي كيك صراحة اتحمقوا عليها لانه كجي لاديدة جدا مقادير جدا بسيطة و تغير نساليوه عندي هنا جوج حبة دي البيض بطبيعة الحال انا عندي الحجم الصغير ممكن انكم تديروه بيضة واحدة فقط كيما كنقول لكم عندي هنا نسكاز دي السكر سنيدة سنطربو الكل من بعد غدي نزيد الياغورت بنوكهات الفانيلا بنفس 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 هذا من ديال الياغورت اللي كي يوزننا مية وعشرة قرام غدي نديروه الزيت ومن بعد غدي ندير هنا ساشي ديال الزهر كنا حمق على النكهة ديال الزهر تكون في الوكيك دياني في الوكيك دياني في الوكيك ولا اي حاجة وعندي هنا الفاني ممكن ديروه الفاني وممكن ديروه الزهر اللي بغي يجوه تيلي ما عندكم مش وكتعجبكم النكهة ديال الزهر ديرو ملعقة من الماء الزهر سافي من بعد احنا عندي جوج ساشي ديال كاكاو عندي خمارة من فئات مية جرام من بعد احنا يمنين طحمت الكل غدي نضيف كاسد الحليب ما يعادين مية وعشرة جرام من بعد كنطرب الكل اه في الخلط الكهربائي وكنو نضعوها كفشي بول سافي من بعد احنا يكن زيد جوج اه ساشي ديال كاكاو اي ما يعدين نجمع القبار ديال كاكاو وفي الاخير غدي نزيد ملعقة اخرى ديال كاكاو لانه انا بغيت اللون يكون غامق او كان يكون باللون الشوكولة سافي انتما كما لاحظوا غدي ندير هاد الكاكاو اللي سراحة يعطي واحد الماداق زوين بزاف ما تديروش الكحل لانه ما كيكون مر بزاف وما كيكون شو الماداق بالعكس هذا يجينا الزوين بزاف دياللي صاشي من بعد غدي نغرب له بطبيعة الحال باشو هكا باش يسهل علي انه يدخل لي في الخالط احتاج لبقاوليكم هاد الكويرات يعني بسهولة انكم كدوزوهم بيديكم راح تيدوزو يعني لا داعي انكم اه ضيعوهم بهات الشكل هذا سافي من بعد هنا غدي نضيف نضيف الايضافة ديال الدقيق بالنسبة الدقيق عندي هنا تقريبا واحد جوش كيسان جوش كيسان فقط ديال الدقيق مهم على حسب نوعية ديال الدقيق اللي عندكم ممكن تحتاجوا كاسونس ممكن جوش كيسان سافي من بعد هنا كيما قلت لكم غدي نضيف بحلكة تلويل ونخلط ما كان ديروش كوشي في مرة واحدة بشوية بشوية شوفو هناك اللون ديالي باهت ديال الدقيق هنا غير كيما قلت لكم غدي نزيد واحد ساشي ديال الكاكاو مايو عدينا ثلاثة دمار كبار ديال ساشي من الكاكاو اللي غدي نضيف دائما نخدموه بنوعية ديال الدقيق اللي كتكون خاصة بالحلويات بطبيعة الحال باش تخرج لكم كيك ناجحة 100% سافي كيما اشتواناني زادك الساشي ديال كاكاو غدي نخلط الكل بهات الشكل هذا غدي نزيد الساشي ديال الخمارة ما كنكتروش الخمارة فقط لكتو غد ديروها فمول اللي كيكون عائلي كديروش ديال الخمارة اللي هادا كيكون فرضي لا يعني ما نديروش باش مايفيدشنا فجناب سافي كنتحصل على هذا الخليط هدالك ما كيكونش تشغيل بزاف وما كيكونش خفي وهنايا غنبدا نعمر اللي مول ديالي بالنسبة لعن المول غنبير هاد المول هات صغارين صراحة زوين بزاف ما كي نستقوش نهائيا بالنسبة لاني خديتهم خديتهم دائما بالموقع ديالي يامي باتيس اللي غاد نخلي لكم صندوق الوصف اللي دائما كنتقدم عنده تهوات شي ديال لوازم الحلويات صراحة عنده داك شي زوين بزاف الكاليتي ديالهم زوينة وتمان يعني رخيص بزاف يعني صراحة رائعين بزاف مهم غدي نديروها الكيمياء ديال عشرين حبه من بعد احنايا غدي نجيب واحد زبدة وغدي نبدا ندهلي مول ديالي بالزبدة ورشليهم بتقعق هكا بشي سهل لاني انا نحيدو من المول سوف نبقى هكا مستمرح تعادين سليات كيمياء كاملة اللي عندي وباش غدي ننكب فيهم الخالط احنا كي جيني ساهل مع انا كندير طحين فدك كم سطيلات صافي كنخشيهم تم ماذا دغياء كندوزهم كاملين صافي من بعد احنا غدي نجيب واحد كبيرة يعني ماشي تكون مهمة دي معلقة كبيرة غدي نضيف تقريبا هكا معلقة عامرة مهم غير ما نوصلوش للفوق وصافي كنخلي واحد المساحة انه باش يزيدي تنفخلية هاد الخالط ديالي باش مايفادش ليه من جنابه صافي بهذا الشكل هادا حتى غدي نكمل هاد الكيمياء دي كاملة اللي عندي وغات كفاني وغادي شيت واحد شوية ولا كيلا اخوات شي حاجة اذا عندكم شي قلب واحد اخرى انكم ممكن تعمروا فيه صافي من بعد هنا الفرر انا كم عافل لو كيك كان طيب واحدة كنشموا ريحتها عاد باش كنحيدوها تقريبا ما حد 35 دقيقة على هافي يميه لكا طيبنا ملتحتو من الفوق صافي ومن بعد هنا غدي نوجدو الحشوة ديانا عندي هنا واحد القليل من مكسارات عندي اللوز والقرقع لي ما محمرش ولا ممكن نديرو الفوز السوداني اي الكوكا وبالاقشرة اول حاجة كندير فوحد المقلات او فكاسرونة اللي كتكون مكة الاستقش كنضيف لها تقريبا 150 جرام ديال السكر سنيدة عندي هاد الكاس هذا صغير فانك غدي نزيد تقريبا واحد تقريبا واحد ربع كاس هي ما يعددنا المجموع 150 جرام صافي من بعد غدي نحطو على هادئة جدا وغدي نتيدو بالنا الكاراميل ديالنا بهاد الشكل هادا عد باش ندوزو ندفو الاضافات الاخرى من بعد هنا ما دابلي الكاراميل ديالي عادي نحركو هكا بشوية باش يدوبنا تماما وما ما كننخليوش انه حتى يتحرقنا فقط ان انا كيصبح على هاد اللون هادا يكون غامق واحد شوية من بعد هنا غدي نزيد عليه تقريبا واحد الكاس او 100 ميلي لتر من الماء يعني كاس اللارب ديال كاس العنبة ديال الماء اللي كيكون عادي بطبيعة الحال غدي نديرو بهاد الشكل هادا وغدي نخليوه تقريبا محجوج دقائق عادي باش نحركو لانه الى حركنا من الاول غادي يتكول هنا كريات وهكا غياخدنا وحد يعني غياخدنا وقت طويل من بعد هنا غادي ندير المايزة او الناشا غادي ندير تقريبا واحد معلقة كبيرة مملوءة ديال الناشا معاكس ديال الحليب ما يعادي لنا 150 ميلي لتر ممكن لا بغيتوا تديروا ياغورت مسوس ولكن ضروري انه تديروا الحليب وفلي هادا انكم كتكتوفيوا بالحليب وكتديروا ذاك الملعقة من الناشا طفي من بعد ما كي كم قنخلط ذاك الخليط ديالي وحتى كيدو بليا ذاك الكرامي الكامل عادي باش كنضيفو هاد الحليب مع النشا كم دا نحرك جيدا وصافي وهكا كنوضعوه فوق الكراميل ومعد تحريك المستمر بعد الشكل هادا بدا نحركك بشوية بشوية حتى كتبدا تعقاد لي او كتبدا تبغي تعقاد لي الكريمة عادي باش كنديرو كندرو واحد القبصة ديال الملحة داروري كندروها في الكراميل صراحة كتجي زوينة بزاف كتبدا او حد لوكولي حخاص وكتجي زوينة بزاف صافي غادي نحركك بشوية بشوية مهم بعد المهنة ايه انها ايه بتاتك تغلى لي الكريمة غادي نضيف المكسارات مهم كي ما قلت لكم اي حاجة كتفضله ايه اسوأ لوز ولا قرقع ولا تديرو كوكا ولا تديرو اي مكسارات عندكم صافي كنكتوفيه بشكل هادا وكنتفعلي وكنخليها حتى كتبردني تماما لانه 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 رهية يعني ما كتقصحش وما كتجملش نهائيا من بعد كنضيف له تقريبا 1 ملعقة من الزبدة هكا باش كتجي لنا ارتبة كي ما قلت لكم ما كتزيش تقصح معانا صافي كنبقى الخلطة جيدا وكنخليوه على جانب باش كندوزو نحضره ان نخرجو له كاك دينا من الفورن فاك انفا كتبتك الزبدة عننا كنحيضو كندوغو صراحة كتبلينا واحد القرمى شفف هاداك شليدرنا صراحة يجيزوين بزر صافي من بعد هنا غاديمو له هادا اللي كاك دينا شوفو كيكي يجيو خفافين ومتقبين ومهويين وانا يوم بلا ما تسقيوهم وانا تديرو اللي همشي يسيرو لانو كي يجيو خفاف بزر وزيدو فاش كنديرو لهم هادا الخالط هادا دي الكاك دينا فازقا صراحة زوينا بزر صافي من بعد هندان عمر هاد الفراغات هاد الشكل وانا كنعمر هون بزاف وغيتو تديرو غي شوية كديرو ولكن صراحة كتجي هاد الحشوه هادا زوينا بزاف واللي دو غادي تعجبكم بزاف ومن بعد هنا يكم قنزينا بالخطط من الشوكولة صافي وهكا كنكونو حضرنا الكيكات دي اليوم ها اللي صراحة كتجي رائعة جدا بحشوه هزوينا بزاف كانت من الفيديو هنا لا يعجبكم صحة وراحة على عجبكم الفيديو ما تبخلوش علاقتكم بلايك والشيلاك في القناة بش دايما توصلوا بجديد الفيديوهات ان شاء الله وفرجة ممتعة